السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا بخير السلام على من يتبع الهدى ويبحث عن الحق ويفكر بعقله الذي يكرمه الله تحياتي لكم لكل المتابعين اليوم موضوعنا هو موضوع المحيد يعني في الأصل بداية البحث تاعي هو الموضوع المحيد لكن وأنا أبحث في هذا الموضوع وقيت كلمات كثيرة يعني أوقفتني على البحث وبعدها بفضل الله ودراسة توصلت إلى المعنى الحقيقي لهذه الكلمات ولهذا سوف أطرح هذا الأمور معكم يعني كلمات عبارات كثيرة مثل الأرحم الرضع الحمل يعني هذه العبارات لها معنى تاني في كتاب الله وسوف نرى هذا مع بعض والمستمعون هم يحكمون يمكن الموضوع يخدنا يكون على جزئين الآن نبدأ نوضح فقط كلمة الأرحم ويمكن نوضح معها كلمة الرضع والحمل والفيديو تاني نتحدث على المحيد يعني المعنى الحقيقي للمحيد والله المستعان إن شاء الله الآن نقرأ بعض الآيات من كتاب الله لنوضح كلمة الأرحم هل الأرحم هل الأرحم كما تعودنا هي هي بطن المرأة علما أن في كتاب الله يقول الله عز وجل خلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إذن عندما أراد الله أن يتحدث على بطن المرأة قال بطن خلقكم في بطن في بطون أمهاتكم لم يقل في أرحم أمهاتكم الآن نقرأ بعض الآيات فيها كلمة الأرحم ونوضح هذا الأمر وكما قلنا بعض يعني هذا الموضوع يحتاج إلى تركيز وكتاب الله أمامكم سوف أعطي أرقام الآيات صورة الممتحنة آية رقم 3 2-3 يقول الله عز وجل إن يتقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصلوا بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إذن في قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم نقف دقيقة في هذه الكلمتين يعني لو كانت كلمة أولادكم تعني أولادنا البيولوجية يكون إشكال في الآية يعني لماذا لا تنفعنا فقط أولادنا لماذا يعني لو كان كذلك يعني كأن الله يقول أن أعمامنا ينفعنا أو أباؤنا ينفعوننا أو شخص تاني من غير أولادنا ينفعوننا لو قال الله عندما يقول الله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أولا لن تنفعكم أرحامكم لو كان الرحم هو بطن المرأة ليس لها معنى هذه الآية لأسهل لكم الفكرة سأعطي النتيجة وأوضح بعدها الأرحام في كتاب الله هي السمع والأبصار والأفئدة هذه هي الأرحام في كتاب الله ليس كما تعودناه بطن المرأة وسنرى هذا بتسلسل الآيات يمكن إنسان يسمعني الآن يقول لك ماذا يقول هذا الشخص لكن اسمعني للأخير وستعلم أن الأرحام لا علاقة لها بالبطن وكتاب الله لا يخاطب المادة لا يخاطب الجسد لا من بعيد ولا من قارب حتى ولو تجد بعض الكلمات كاليدين والرأس لكن لها معنى تاني المهم الآن قرأوا هذه الآيات لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون وبصير إذا كانت الأرحام هي بطن المرأة والأولاد هي أبناؤنا يعني كأن الله من دون الرحم والأبناء ينفعوننا أشخاص آخرين وهذا لا يمكن لا يوجد إنسان ينفعك عند الله لا ابنك ولا أبوك ولا صديقك ولا إذن لن ينفعكم تنفعكم أرحامكم لأن الله أكرمنا بالسمع والأبصار والأفئدة وهذا السمع والأبصار والأفئدة بدونهم الإنسان والخيارة نفس الشيء لكن لذلك سميت بالأرحام السمع والبصر والفؤاد بهم ندرك الله بهم ندرك أنفسنا بهم نعلم الحق من الباطن بهم ندرك ما حولنا بدون هذا السمع والأبصار والأفئدة يعني الإنسان كأن لا وجود له حتى هو لا يدرك نفسه لذلك سميت بالأرحام لا علاقة لها بالبطن إذن في قوله لن تنفعكم أرحامكم وهذه الأرحام عندما يقول الله عز وجل ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة بعد التسوية ونفخة الروح أتت عبارة السمع والأبصار والأفئدة يعني هذا السمع والأبصار والأفئدة يعني التسوية ونفخة الروح هذه هي نفخة الروح الله عندما نفخ فينا من روحه أرسلنا للرسالات من بعد لماذا؟ لأن أصبحنا ندرك إذن السمع والأبصار والأفئدة رحمنا الله بهم لكي نصلح بهم ليس لكي نفسد ومع الأسف يوجد ناس كثيرين يفسدون بهذا الله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير إذن لن تنفعكم أرحامكم أي وأولادكم ما أنتشتم بهذه الأرحام ما ولدتم من أفكار ما نشعرف لا سهلة ولا صعبة لكن إخوتي الكرام أعيد لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يعني نخدو الآياء بما تعودنا عليه أن الرحم هو بطن المرأة والأولاد نفس الشيء هما الأولاد أبناؤنا ويقول الله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يعني بقية الناس تنفعنا وما معنى لا تنفعكم أرحامكم حتى ولو بعض يقول أن الأرحام هي العائلة يعني من هو ليس من العائلة ينفعك لا يمكن هذا الأرحام التي أكرمك الله في الأصل يجب أن تنفعك لكن إذا قمت بعكس ما أمر به الله فستفسد بها لذلك قال لهم الله لن تنفعكم سوف أقرأ الآية من قبل لكي يتضح الأمر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم قد ضل سواء السبيل يعني هذا الفعل كله يقام بالأفكار يعني بالسمع والبصل والأفئدة ليس بالله إذن إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم وما الأولاد في هذه الآية يعني يجب أن نتبع سياق الآية أرحامكم هي السمع الأبصار والأفئدة والأولاد هي ما ولدت بهذه الآلية التي أكرمك الله بها سورة محمد سوف يتضح الأمر أرجو أن المستمع لا يتقلق سوف يتضح الأمر إن شاء الله سورة محمد الآية 22-23 وهذه الآية أظن أنها تكفي في موضوعنا لكن سوف نطرح آيات أخرى لكن هذه الآية أرجو أن نركز فيها جيدا سورة محمد آية 22 بعد بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم عندما تصلح في الأرض فأنت بصلة بأرحامك مع الله وعندما تفسد إنك تقطع أرحامك أولئك الذين لعنهم الله لاحظ جيدا فأصمهم وأعمى أبصارهم أعيد فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تقطعوا أرحامكم يعني كان بعض الناس يقول لك حسب الأولون أرحام هي صيلة الرحيم يعني حتى ولو نفترض أنك قطعت صلة مثلا مع أخوك هذا لا يؤثر على الأرض أن تفسد في الأرض يعني يمكن يكون مشكل بينك وبين أخوك فقط وحتى كلمة صلة الرحم لا وجود لها في الكتاب لأن هذه العبارة لا معنى لها بلسان القرآن هم الأولون صلة الرحم لأن الرحم هو البطل المرأة وهذه هي صلة الرحم لكن هذه الكلمة لا توجد في كتاب الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وعندما تفسد في الأرض ماذا يقع وتقطع أرحامكم لأنك تفسد في الأرض أنت تخالف قوان الله لذلك تقطع أرحامك السمع والأبصار والأفئدة روحك التي نفخ الله فيك تقطع مع الله لذلك يقول بعدها أولئك الذين لعنهم الله لاحظ القطعة فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والله هذه الآياء غير تكفي إن كان الإنسان يركز فيها يفهم أن الأرحام لا علاقة لها به يعني كان الآياء يقول فيها مثلا هذه الآيات لذلك الله يقول يعني يقول في آيات أتيناكم من كل شيء مثلا الله يضرب الأمثال لكن طلب مننا أن نتدبر أن نبحث في أعماق الآيات يعني عندما تقرأ مثلا هو الذي يصوركم في الأرحام أو وفي آية يقول هو الذي يصوركم في الأرحام وأحسن صوركم أو هو الذي يصوركم وأحسن صوركم وفي آيات هو الذي يصوركم في الأرحام إذن بالقراءة السطحية هو الذي يصورنا في الأرحام يعني في بطن المرأة لكن لو تربطها مع الآية عندما يقول هو الذي يصوركم وأحسن صوركم لو كان الأمر أحسن صوركم يعني على الجسم لو كان الأمر كذلك الآية فيها خطأ يعني كاي الناس ليست لهم صورة حسنة يعني كاي الناس جميل كاي الناس قليل جمل كاي البشع لا لا احنا لا يعني ليس بشع لا نضحك على خلق الله لا يمكن هذا يعني فقط نقول الواقع يوجد ناس له صورة جميلة ماديا جسميا ويوجد ناس متوسطة ويوجد ناس قليل جدا يعني هذا الأمر واقع لو كانت الآية تتحدث على صوركم وأحسن صوركم يعني على الجسم يوجد خلل في الآية لأن ليس كل الناس أحسن صورهم لكن صوركم أي الأرحام في الأرحام وأحسن صوركم هذا الأمر لكل الناس كل الناس لها أسمع وبصر إلا من لا يريد أن يخدمهم إذن أعيد الآية آخر مرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم عندما تفسد تقطع صلتك مع الله الأرحام هي السمع البصر والفؤاد وبعدها يقول أولئك أولئك من من قطعوا أرحمهم ماذا قال الله فيهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إذن الأرحام لها علاقة بالسمع والأبصر ليس بالبطن وإخوتي الكرام لأن موضوعنا هو المحيد يعني يمكن من تكلموش اليوم في المحيد لكن في الفيديو ما بعده لكن يجب أن أوضح للمستمعين أمر كتاب الله لا يخاطب في الأمور التي برمجها فيك أو الأمور الفطرية يعني العادة الشهرية عند المرأة العلاقة الجنسية الولادة الرضاعة التربية وكل هذه الأمور لا يتكلم عليها الكتاب لأن يوجد مخلوقات أخرى فوق الأرض حيوانات لها عادة شهرية ولاها جنس ولاها ولادة ولاها حمل ولاها رضاعة ولم تأتيها رسالة وتقوم بهذه الأمور لأنها أمور بالفطرة لا تحتاج إلى رسالة يعني حتى ولو قرأت في كتاب الله حمل أو رضاعة يجب أن تتدبر هذا الكلام وسنرى هذا الأمر إن شاء الله نضيف آيات أخرى إن شاء الله صورة الأحزاب يقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 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 أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولو الأرحام كأولو الأبصار كأولو الألباب ليس أولو الأرحام يعني أولو البطن لا يمكن هذا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أي أولو الأرحام أولى بعضهم ببعض في الإيمان يوجد ناس لهم أولو الأرحام أو أولو الألباب أولو الأبصار يعني لهم الأولوية في الفكر في الإيمان هم أولى بعضهم ببعض يساعدون الآخرين لا يمكن أن هنا أولو الأرحام تكون أولو البطن أو العائلة مثلا لأن الآية ماذا تقول وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وسنرى يوجد آية تقريبا نفسها سنرى هذا الأمر أيضا الآن سورة لقمان آية الآخرة 34 يقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيت لاحظ علم الساعة يعلمه إلا الله وينزل الغيت ينزله إلا الله ويعلم ما في الأرحام هل هذا الأمر لو كانت الأرحام هو بطن المرأة هل هذا الأمر يعلمه إلا الله يعني اليوم في زماننا يعني الطبيب يعلم ما في الأرحاب يعني العلم اليوم يعلم هذا الأمر ولا يعلمه هذا الطبيب فوق إرادة الله لا ما يعلمه الإنسان في الأرض إلا ما أراده الله لكن عندما يقال الله إن الله عنده علم الساعة يعلمها إلا الله لا يوجد إنسان يعلم هذا وينزل الغيت ينزله إلا الله ويعلم ما في الأرحاب يجب أن يكون أمر يعلمه إلا الله وما هي الأرحاب السمع والأبصار والأفئدة ما في دهن الإنسان يعلمه إلا الله لا يستطيع أن يعلم إنسان آخر ما يوجد في دهن الإنسان الآخر حتى ولو كان أقرب إنسان له إذن ويعلم ما في الأرحاب وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبر الأرحاب أعيد إخوتي الكرام السمع والأبصار والأفئدة وأضيف شيئا قبل ما أنساه السمع في كتاب الله هو التلقي يعني عندما يقول الله لهم آدان لا يسمعون بها هل تظن أنه لا يسمع هذا الإنسان؟ أو لا يتلقى عندما يجعل الله الغشاوة أنت في حياتك اليومية تسمع وترى لكن لا تسمع الحق لا تتلقى الحق ولا تبصره إذن السمع وفي الآيات في كتاب الله عندما يقول هذه الجملة السمع والأبصار والأفئدة الأبصار يجمعها والسمع مفردة لأن أنت كل ما تتلقاه سواء كان بسمعك أو ببصارك أو بأدنك هذا التلقي هو السمع والأبصار هو التفكر في السمع بالداخل والسمع علاقته بالأكل والأبصار علاقتها بالشرب لذلك كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لاحظ جيداً عندما أنا أقوم بهذا الفيديو المستمعون كلهم يسمعون أي كلهم يأكلون لكن ليس بالضرورة كلهم يشربون المعلومة لماذا؟ لأنهم كلهم يبصرون ومن توافق الأمر معه يشربه ومن لا يتوافق لا يشربه هذه معاني الكلمات السمع والأبصار والأكل والشرب يعني لهم علاقة لكن موضوع آخر هذا إذن أعيد إن الله عنده علم الساعة يعلمها إلا الله وينزل الغيط يفعله إلا الله هذا الأمر ويعلم ما في الأرحام هذا الأمر يعلمه إلا الله حتى بالتكنولوجيا اليوم لا يستطيعون أن يعلمون ما تسر لكن الله يعلم ما تسر وما تعلم صورة آية هذه الحج نعم الحج آية رقم خمسة يقول الله عز وجل يا أيها الناس هذه الآية أيضا تطلب تركيز آية رقم خمسة من صورة الحج لكن سوف أقرأ الصفحة كلها لأن في هذه الآية الصورة يوجد كلمة الحمل أيضا تكلمنا عليها وكلمة الردع وسأحاول أن أوضح كل هذه الكلمات لكن تركيز أربي جزيكم يا أيها الناس بسم الله الرحمن الرحيم صورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم لاحظ معي أيها المستمع يا أيها من الناس والناس فيها ذكور وإنات وكبار وصغار الحمد لله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم يوم ترونها يوم مدى يقع مدى ترونها من يا أيها الناس إذن يوم تدهل كل مرضعة عما أردعت إذا نذهب إلى ما تعودنا عليه من تفسير ومفاهيم في هذه الآية كلهم أجمعوا أن المرضع يوم تدهل كل مرضعة عما أردعت يعني الأم التي تكون تردع تترك ابنها وتضع كل دات حمل حملها والأم والمرأة التي كانت حامل تضع ابنها وأين بقيت الناس يعني يعني لو قرأنا الآية بهذا الأمر كأن عندما تزلزل الساعة في الأرض يوجد فقط المرضعة والحاملة أين بقيت الناس علما أن الآية بدأت يا أيها الناس لكن لو نفكر مع بعض وسيتضح الأمر في قوله يوم ترونها يا أيها الناس يوم ترونها تدهل كل مرضعة لاحي جيدا عما أردعت عما أردعت في الماضي الكلام أتى بالمؤنت لأن الله يخاطب النفس يوم تدهل كل مرضعة في حياتها الدنيا عما أردعت والمرضعة هنا سنرى في بقية الآيات من هي المرضعة عما أردعت في حياتها الدنيا وتدهل كل وتضع كل دات حمل حملها دات الحمل هذه النفس التي حملت من المرضع سأوضح يوم ترونها تدهل كل مرضعة عما أردعت وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس سكارة وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ومن الناس اسمع جيدا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم هذا من الناس من يجادل في الله بغير علم هو هم يوم تدعو كل دات حمل حملها ويتبع كل شيطان مريد الشيطان المريد هو المرضع الآن واحد من المستمعين يسأل لماذا هذا مرضع وهذا دات حمل ولماذا شبه الله يخي الله يقول وآتيناكم من كل شيء مثلا لماذا شبه الشيطان المريد بالمرضع لأن المرضع يعني المرأة الأنت حقيقة الأمر الأنت عندما ترضع ابنها الابن هذا يشرب مباشرة لا يأكل يشرب مباشرة ولا يهمه الأمر فقط وهذا الشيطان المريد عندما يشرب الآخرين بالمعلومات التي ليست من كتاب الله لذلك سمي بالمرضع يشربهم بدون ما يتفكرون لا يتفكرون الأتباع يعني في قول الله تعالى لاحظ وبرز لله جميعا فقال الضعفاء والذين استكبروا للذين استكبروا الضعفاء للذين استكبروا لاحظ إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من العداب من عداب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص هذا هذا الكلام هذا الخطاب في جهنم يقولون الضعفاء للذين استكبروا أي هم ذات الحمل والمرضع لكي لا أخلط الأمور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض هذا الناس الذي تجادل في الله بغير علم لأنهم أرضعوا رضعوا من الشيطان المريض لم ي لذلك سميوا بالحمل لأن الأصل في المؤمن أن يحمل كتاب الله لا يحمل الأمور من بشر من دين ليس ما أتى الله به من سلطان يعني هناك يقول الله يوم تدهل كل مرضعة عما أرضعت في حياتها الدنيا يعني كل ما قام بهذا علماء الدين والمداهب وهذا الأمور هذا يرضع هذا الناس المسؤولين على هذا الأمر هذا هم المرضعون وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان ماريد هو المرضع كتب عليه أنه من تولاه هذا الشيطان الماريد فأنه يضله ويهديه إلى عذاب سعير من تولاه يضله ويهديه إلى عذاب سعير ومن يتولى الله يهديه إلى سراط مستقيم ومن يتولى المرضع يصبح من دات الحمل لأن الأصل للمؤمن أن يحمل كتاب الله أن يحمل دينه من كتاب الله لذلك نجد آيات الذين يحملون أوزارهم فوق ظهورهم الحمل معنى واسع وقلت إذا شبه الله المرضع هذا الشيطان الماريد بالأم عندما تردع ابنها لأن الأم عندما تردع ابنها ابنها لا يفكر لا يأكل يشرب مباشرة ونفس الشيء الشيطان الماريد عندما يردع الأتباع لا يفكرون قال فلان وقال علان ويحملون الأمر مباشرة وأولاة الحمل ودات الحمل كل دات حمل تضع حملها لماذا سمي بالحمل لأن إن مرأة في الأصل نقول عليها وهي بالحمل نقول عليها إنها حامل لماذا نقول هذه الكلمة ولماذا تقال للمرأة هكذا لأنها حامل لماذا نقول حامل لأنها حاملة من شخص تاني لذلك شبه الله الأتباع بالحمل لأنهم يحملون من شخص تاني لا يحملون من الله من كتاب الله أعيد قراءتها بهذا المفهوم وشاء الله تلحق الفكرة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها كلكم تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات حمل حملة أضيف شيء لو كانت المرضعة عما أرضعت يتحدث على الأنت لقال الله يوم تدهل يوم ترونها تدهل كل مرضعة عما ترضع في الحين ليس عما أرضعت في الماضي يعني مثال في الواقع اليوم زلزلت الساعة أم أرضعت أبناءها من زمان أبناءها أصبحوا كبار في السن هذه الأم وزلزلت الساعة هل تفكر في هذه الأبناء يوم أرضعتهم لا يأتيها هذا التفكير في رأسها لكن من أرضع الناس بما لا يرضي الله بما ماءت الله به من السلطان يدهله وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس ليس الإنات فقط وترى الناس لأن هذا دات الحمل والمردع هم ذكر وإنات ليس فقط الإنات وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله هنا يصف لك فيهم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه هذا الناس هذا دات الحمل كتب عليه أنه من تولى من تولى المردع فإنه يضله ويهديه إلى عذاب سعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من طراب ثم من نطفة نحن اللحق إلى إلى كلمة الأرحام يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إن ناس عندهم ريب في البعث فيما بعد الموت أجابهم الله فإنا خلقناكم من طراب ثم من نطفة لماذا أجابهم الله بهذه الطريقة السؤال ما دك يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يعني الناس عندهم شك في أنه عندما يموت يبعث أجابهم الله فإن كنتم فإنا خلقناكم من طراب ثم من نطفة يعني كأن الله يوضح لك أن من الطراب إلى النطفة هذا بعث وبعدها قال ثم من علقة بعث آخر ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين ماذا لنبين لكم أي لهذه الناس الذي لهم ريب في البعث لنبين لكم ونقر في الأرحاب عندما يبين الله لك يبين لك الله الأمر يتبين لك في فكرك في سمعك وبصارك وفؤادك ونقر في الأرحاب ما نشاء ثم نخرجكم طفلا أعيد يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم الريب هم عندهم ريب في البعث بالنسبة لهم عندما يموت لا يبعد أجابهم الله فإنا خلقناكم من طراب ثم من نطفا يعني البعث رأوا موجود أمامكم من طراب ثم من نطفا ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لمن لهذا الناس ليراهم في ريب لنبين لكم ونقر في الأرحاب ما نشاء إلى أجل المسمى أي نقر يعني عندما نبين لكم يوجد من يستقر الأمر في رأسه ويؤمن به ويوجد من لا يستقر ونخرجكم طفلا هذه تكملة لعندما قال الله فإنا خلقناكم طراب ثم من نطفا ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحاب ما نشاء ثم نخرجكم طفلا لتبلغوا أشدكم وملكم من يتوفى وملكم من يردوا إلى أردل العمر الآن رنسينا نوضحو المرضع ليس كلمة مرضع في هذه الآية وفي الكتاب لا تعني الرضاعة البيولوجية يعني لو كانت الرضاعة البيولوجية في قوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أردعت أخي الكريم يعني كتقم الساعة كان أمر تاني يتحدث عليه الله يوم مثلا يوم القاتل يتفكر ماذا فعل يوم السارق يوم يعني فقط يوم تذهل كل مرضعة عما أردعت ولو كانت الكلام على المرضعة لقال الله الأنت لقال الله يوم تذهل كل مرضعة عما تردع ليس عما أردعت في الماضي إذن إن شاء الله تكون واضحة بالنسبة لكم المرضع هو الذي يردع أو لماذا يردع لأنهم يشربون والشرب والأكل والشرب في كتاب الله الأكل كما قلت لكم يعني عندما أتحدث هكذا في الفيديو كل ما يسمع يأكل لكن ليس بالضرورة كلهم يأكلون يوجد من يأكل ويشرب لماذا يشرب لأنه استعمل أبصاره وتفكر وتوافق الأمر معه فشربه لكن هذا المرضع عندما يشرب الأتباع لماذا سمي بالمرضع لأنه يشربهم بدون ما يأكلون والأتباع يتبعون يسمي بالأتباع لأنهم يتبعون بدون ما يتفكرون لذلك وصفهم الله يوم تضع كل دات حمل الحملاء الآن نربط هذه الآية بصورة الرعد في قوله أيضا هذه الآياء ونكمل هذا الفيديو إن شاء الله لكن أتمنى التركيز ويستعجلونك بالسيئة صورة الرعد من آية ستة إلى آية تلطاش ويستعجلونك صفحة ثانية في صورة الرعد ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لو لن أنزلت عليه آية من ربه إنما أنت مندر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنت ما تحمل كل أنت وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاد الكبير المتعال سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإن أراد الله بقوم سوء فلا مراد له وما لهم من دونه من ول هذا الكلام لقريته كله السؤال مطرح لماذا الله في وسط هذا الكلام وأن يتحدث على على الكافرون على يعني يعني كأنه يجد سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل لماذا الله يقول في وسط هذا الكلام الله يعلم ما تحمل كل أنت وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ما علاقة هذه الآياء وأرجو أن المستمع يفتح صفحة تانية من صورة الرعد ويقرأها كلها ويسأل نفسه ما علاقة قوله الله يعلم ما تحمل كل أنت وما تغيض الأرحام في هذا الموضوع الذي أعيده يستعجلونك بالسياء قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزلت عليه آية من ربه إنما أنت مندر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنت وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أصر القول وجهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الآن لماذا قال الله في وسط هذا الكلام الله يعلم ما تحمل كل أنت في هذه الآيات يوجد أسئلة عظيمة أولا لو كان الكلام على الأنت والحمل يوجد مشكل في الآيات الله يقول الله يعلم ما تحمل كل أنت الله لم يقل الله يعلم ما تحمل الإنات أو ما تحمل النساء أو ما قال ما تحمل كل أنت كأن لو كان الكلام على الأنت المعروفة وهذا هذا الكلام يضيف مزداقية الفيديو اللي تكلمنا عليه زمان في الضكر والأنت حتى هنا الأنت لا تعني الأنت ولا تعني المرأة والحمل لاحظ لو كان كذلك الله يعلم ما تحمل كل أنت ونحن كبشر نعلم أن يوجد إنات لا تحمل ويوجد إنات لم تتزوج في حياتها ويوجد إنات عقيمة وكيف للخالق يقول هذه الجملة وما الله يعلم ما تحمل كل أنت إذن الخلل ليس في الآية الخلل في مفهومنا لو فهمنا هذا الأمر الأنت هو نفسه في الآية التي اذكرناها يوم تضع كل دات حمل حملها الله يعلم ما تحمل كل أنت الأنت لماذا أنت لأنه تنوي في الشرك حمل من مردع المردع هو الذكر في هذا الأمر لذلك يقول الله الله يعلم ما تحمل تحمل كل أنت وما تغيد أي تنقص الأرحام وما تزداد حتى كلمة الأرحام هنا عندما يقول وما تغيد تغيد هي تنقص غض البصر وهذا الأمر عندما يقول وما تغيد الأرحام وما تزداد لو كانت الأرحام هو بطن المرأة ما معنى هذا الكلام وما تغيد البطن وما تزداد ما معنى لكن عندما نقرأ الآية بتفكر الله يعلم ما تحمل كل أنت هذا الكلام اللي كان يتكلم في هذه الصفحة كلها وحتى في صورة الرات يتكلم على صراع بين الشرك والإيمان هذا المشركين دات الحمل الله يعلم ما تحمل كل أنت هذا الناس المشركون الذي يرضعون من أشخاص حقيقة الآية ما صحيحة الله يعلم كل هذا الناس يعلمهم لكن في قوله الله يعلم ما تحمل كل أنت علما أن يوجد إنات لا تحمل إذن يوجد خلل في الآية إن شاء الله في هذا الفيديو يعني حبيت نقصره شوية لكن رأينا ستور بعين دقيقة وموضوعنا كما قلت هو المحيد سيكون الفيديو بعد هذا الفيديو مباشرة إن شاء الله بكرة أقوم به غدا هذا الموضوع أردنا أن نوضح فيه كلمة الأرحام إخوتي الكرام لا علاقة لها ببطن المرأة الأرحام هي السمع والأبصار والأفئلة وسميت بالأرحام لأن بدونها الإنسان لا شيء لا يدرك حتى وجوده والحمل في كتاب الله والمرضع في كتاب الله هو الذي يرضع الناس من غير كلام الله ودات الحمل هو الإنسان الذي يحمل من المرضع كلمات كلها لها باطن ويجب تدبره الآن إذا للناس الذي استوعبوا هذا الكلام أن الأرحام هي السمع والأبصار والأفئدة والحمل والمرضع هو أمر تاني يستطيع أن يتبع معي الفيديو القادم في المحيد لكي يكون الأمر أسهل بالنسبة له ألقاكم غدا إن شاء الله في الفيديو التاني وإن شاء الله تكونوا بخير وغدا إن شاء الله السلام عليكم